السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام الإحسان درجة عالية يصل إليها العبد المؤمن فهي درجات يتقلب فيها القلب درجة الإسلام والإيمان والإحسان هذه الدرجة العالية التي جعلها أهل الله بمثابة المراقبة فهي المراقبة لله في كل وقت المحسن يراقب ربه دائما إذا ما تكلم بكلمة يراقب ربه في تلك الكلمة إذا ما تحرك بقدمه يحاسب نفسه في تلك الحركات إذا ما أراد أن يفعل شيئا وقف مع نفسه أيفعله ابتغاء مرضات الله أم يريد إرضاء البشر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تتوقن أنك إن لم تكن تراه فهو يراك جميل أن يشعر العبد هذا الشعور يشعر به في حياته كلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا حتى في ساحات الحرب في ساحات القتال الإحسان مطلوب مطلوب وأنت تتعامل مع أعدائك كما أنه مطلوب وأنت تتعامل مع أحبابك إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان الله أحسن إلى عباده والجزاء من جنس العمل أحسن إلينا عندما أحسن خلقة هذا البدن عندما أعطاه النعم عندما أحكم صنعته يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك نعمة الإحسان ظاهرة على الإنسان أحسن إليه عندما حرك أعضاءه وحرك مفاصله وأعطاه قوة في بدنه أحسن إليه عندما أعطاه مدده ولم يقطع عنه المدد أبدا أحسن إليه عندما جعل بدنه في انتظام وفي حركة وأعطاه قوة وأعطاه رزقا ومن عليه بالنعم أحسن إلينا في شربة الماء أحسن إلينا في خلق البدن أحسن إلينا فيما نتعلمه وفي معرفته والاتصال به إحسان الله علينا وإلينا واصل في كل شيء وماذا بعد هذا الإحسان بعد هذا الإحسان أن تحسن لأن الجزاء كما قلت من جنس العمل لذلك الكرآن الكريم يخاطبنا وأحسن كما أحسن الله إليك تحسن إلى بدنك هذا فلا تغمسه في معصية الله تحسن إلى هذا البدن فترتفع به عن الفواحش والحرام تحسن إلى جارك بأن تؤدي حقه تحسن إلى زوجك بأن تقوم على شأنها لا تهنها لا تضربها لا تسبها تحسن إلى أبنائك بأن تقوم على تربيتهم درجة الإحسان درجة عالية كان الصالحون يتحركون إليها ويسعون إليها دائما أن تعبد الله كأنك تراه انظروا لو وصلنا إلى هذا الحال ووصل العبد المؤمن إلى هذه الدرجة أنه يعبد ربه كأنه يرى ربه يرى ربه في كل شيء يرى ربه ينظر إليه إذا ما تكلم وإذا ما تحرك وإذا ما فعل وإذا ما قام وإذا ما خلى بطاعة أو معصية إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيبه هذه درجة الإحسان التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئله سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما أجمل أن نراقب ربنا في كل شيء وما أعظم أن نحسن كما أحسن الله إلينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته